مرحبا بكم مشاهدين كرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تشاهدون موقع إخباري يسرد قصة الطفل الذي ولد وسط الصحراء أثناء الهروب من الجوف إلى مأرب المشاهد نت المدفع الوحيد الذي يريد سكان تعي السماعة اختفى الدي دا بوليو كيف يعرف الأطباء مرضى فيروس كورونا بعد سقوط مركز مدينة الجوف كان من بين الألاف من الهاربين امرأة في شهرها التاسع وكانت تخشى أن يحين موعد مولد طفلها وهي بالصحراء وقد وقع مكان التخشى كانت جانية آخر من نزح من قريتها من النساء من قرية الحميضة فرت إلى الروض في صحراء الجوف ثم إلى وسط الصحراء متجهة إلى مكان اسمه الساعد وهي منطقة بعيدة لا تصلها القذائف والرصاص وهناك وضعت مولودها وقد نشر موقع إخباري قصتها وعنوان تمنيت بقاءه في بطني نازحة من الجوف تروي للموقع بوست كيف وضعت في الصحراء لم تمهل الحرب جانية لتلدا في دارها بل أخرجتها لعذاب الولادة في الصحراء فذاقت الأمرين في نزوحها الأخير وهي حامل في شهر ولادتها ولم تكن تتوقع الولادة خارج منزلها وتحججت كثيرا لتأخير خروجها من المنزل لذلك السبب جانية وهي من أبناء مديرية مجزر الحميضة تقتن بين مأرب والجوف قالت في حديثها لمراسل الموقع بوست إنها وصلت إلى الصحراء وبعد ثلاثة أيام فقط حان موعد ولادة جنينها وظلت تصارع ما خاض الولادة لثلاثة أيام متتالية تتحدث جانية والعبرات تقطع صوتها أنها وضعت في كوخ صغير عشة مصنوع من جذوع الأشجار وسط الصحراء حانت الولادة التي جاءت كظرف غير مرغوب فيه وفي مكان غير مناسب ولم يكن بجوارها سوى والدتها وخالتها فقط وتحت شجرة عارية في الصحراء وضعت جانية مولودها الذي أسمته عبد السلام تقول عن مولودها الخامس شاءت الأقدار أن يولد في الصحراء في عملية مخاض عصيرة ففي الليلة الثالثة بعد منتصف الليل خرج المولود إلى الدنيا في الصحراء وليس في منزل أو مستشفى تحل غدا الذكرى الخامسة لانطلاق قناة بلقيس التي رافقت اليمنيين خلال رحلتهم في البحث عن المعلومة والخبر الروائي اليمني المعروف عالي المقري كتب عن هذه المناسبة وقال في مقال تنشره بلقيس بعد ثورة ربيع الشباب عام 2011 أنشئت الكثير من القنوات التلفزيونية اليمنية ومنها قناة بلقيس لتعبر عن تطلعات مرحلة جديدة تسودها الديمقراطية وحرية التعبير إلا أن انقلاب الحوثيين على المرحلة الانتقالية أربك المشهد الإعلامي ووضع قنواته في وجهات متعددة غالبا ما يسود فيها الرأي الواحد أو لنقول الصراخ الواحد ولم يعد هناك من يستمع إلى الآخر وما لوحظ أن قناة بلقيس حاولت بطاقمها الإعلامي الشاب والمتميز منذ البداية أن تكون معبرة عن كل الأطياف السياسية وإن لم تخفي حيازها لمطمح الشباب وثورتهم وأظن أنها ما زالت قادرة على أن تواصل هذا المشوار لتعزز مكانتها كمنبر حواري يستهدف إعادة الدولة اليمنية المنشودة من الكثيرين والمؤسسة على الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان كبر أطفالهم وهم بالسجن ومرضا وتوفي أقارب لهم دون أن يلقوا عليهم نظرة الوداع تغيرت الحياة وهم داخل المعتقل لا يرون غير وجه سجانهم ورغم كل ذلك ترفض الميليشيا الإفراج عنهم وعنوان الموقع أو المصدر أولاين ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن خمسة الصحفيين وتقول إنها ستبادلهم بأسرى وقال محامي الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبر إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ترفض الإفراج عن بقية الصحفيين الخمسة الذين لم يصدر بحقهم حكم الإعدام وذلك بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى أضاف المحامي أن مبادلة الصحفيين بأسرى آخرين يؤكد أن قضايا المعتقلين وعلى رأسهم الصحفيون تعتبرها الأطراف ورقة سياسية وأشر إلى أن ذلك يعد انتهاكا كبيرا لكرامتهم الإنسانية وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعا وعرفا أن تخضع لأي مساومة سياسية لهذا يجب الإفراج عنهم وقد دعت منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية إلى إطلاق صراحة الصحفيين اليمنيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات بشكل فوري ولقي حكم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين العشر إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي واعتبر القرار استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المعتقلين لأكثر من خمس سنوات على خطى ميليشيا الحوثي يسير الانتقالي ويماثل كل ما تقوم به ويحكي تصرفاتها كطفل يقلد من هو أكبر منه وفقا لموقع قناة بلقيس الانتقالي يفرض عقوبة تصل لستة أشهر على الناشطين والصحفيين بعدا قال الموقع إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا أصدر قرارا بفرض عقوبات ضد الناشطين تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر ووفق مذكرة للقائم بعمل رئيس المجلس أحمد بن بوريك فقد وجه بفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والسجن ستة أشهر لكل من يدعو إلى التظاهر في عدن أو يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت الوثيقة على من يتناول الأوضاع السيئة التي تعيشها العاصمة المؤقتة وعلق الصحفي فتح بن لزرق أنه سيتوقف عن متابعة أوضاع الأوبئة التي تضرب المدينة ولا يستطيع المواصلة مع هذا التهديد من قبل الانتقالي فلا دولة ولا نظام ولا قانون وليحميك أحد من حيث الشكل والأداء لا تقل قناة بلقيس عن غيرها من القنوات العربية هذا ما ذهب إليه الكاتب رياض نسيم في مقال كتبه بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق قناة بلقيس مضيفا أبلغ وصف للتلفزيون ودوره المتوقع منه نجده في مقولة للصحفي التلفزيوني إدوارد مورو وهو يدافع عن حرية التعبير التي حاول السيناتور جوزيف مكارثي تكبيلها في فترة ما من تاريخ أمريكا يمكن لهذه الآلة أن تعلم وأن تنير كما يمكنها أن تلهم وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا لو أرد الإنسان استعمالها من أجل هذه الغاية وإلا ستكون مجرد أسلاك كهربائية وضوء داخل صندوق التلفزيون لا يصنع الأخبار بل ينقلها من حيث الشكل والأداء لا تقل قناة بلقيس عن غيرها من القنوات العربية من حيث الشكل المبهر والأداء المحترف خصوصا وأن عمر القناة ليس بالكبير مقارنة مع غيرها من القنوات العربية ولعل هذا الأداء يحسب للاختيارات الصائبة لكوادر القناة من معدين وفنيين ومقدمين كما هو للطاقات الشابة التي تعمل في القناة إضافة إلى دور الإدارة تحاول القناة من خلال شعارها أن تكون الصوتا لجميع اليمنيين فأرجو أن تكون كذلك كما أرجو أن يكون هناك وحدة استقصائية في القناة كما هو شأن القنوات العالمية الكبرى يمكن للفردي أن يعمل ضد المؤسسة هذا معلمنا إياه جوليان آسانج وإدوارد سنودين وكاثرين جون التي حاولت إيقاف الحرب على العراق بكشفها لمؤامرة الغزو إن صوتا واحدا لا يكفي للكشف عن الحقائق أو إيقاف الحروب لكنه يكفي لإيقاظ الضمائر وأرجو أن يكون هذا هو هدف قناة بلقيس على مدى عقود كان الإفطار في مدينة تعز لا يتم إلا بعد أن يسمع مدفعا اسمه مدفع علي حمود لكن اليوم وبعد سنوات الحرب لا صوت يعلو على صوت مدافع الموت وعنونا موقع المشاهد نت مدافع الحرب تخرس مدفع علي حمود في تعز كلما دوى أذان المغرب في مدينة تعز جنوب غربي اليمن إذانا للصائمين بموعد الإفطار يتذكر محمد الراجح أحد سكان المدينة عندما كان طفلا صغيرا يتذكر دقائق انتظاره لسماع دوي المدفع يتسنى له الأكل مع الصائمين لذا كان ينادي دفع دفع يا علي حمود حتى يطلق علي حمود إحدى قذائف المدفع كيف يفطر سكان المدينة يقول الراجحي كبرنا على مدفع رمضان عاما تلو الآخر فقد كان بالنسبة لنا جزء من طقوس رمضان الدينية والروحانية المميزة التي ننتظر سماعها بلهفة وما إن اندلعت الحرب وتوقف المدفع عن العمل صار كل من يسكن مدينة تعز يراوده شعور بالفقدان والنقص يقول أحد المواطنين للموقع لقد غاب مدفع رمضان وظهرت مئات المدافع الأخرى مخلفة الدمار والدماء بلقيس خمس سنوات من المهنية تحت هذا العنوان كتب عبدالواحد العوبة لمقاله الذي تنشره بلقيس قد تكون قناة بلقيس أكثر القنوات اليمنية حظوظا بسبب الفريق المتجانس من أكفئ الصحفيين والإعلاميين والفنيين العاملين في القناة بالإضافة إلى شبكة استثنائية من المراسلين الموزعين على مختلف مناطق الجمهورية ليحصل المتابع على آخر المستجدات والأحداث في المشهد اليمني يقدمها له فريق من المعدين والمذيعين يعرفون جيدا عن ماذا يتحدثون ويتمتعون بسقف عال من الحرية كمتابع لقناة بلقيس أجدها دائما الخيار الأول كمصدر للمعلومات بحكم التحديث المستمر والتغطية الشاملة والأهم من ذلك تواجد القناة على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تكاد تكون بلقيس القناة اليمنية الوحيدة التي يمكن متابعتها على يوتيوب وتويتر وفيسبوك وموقعها على الإنترنت بحيث تكاد تكون قناة بلقيس القناة اليمنية الوحيدة التي يمكن متابعتها على يوتيوب وتويتر وفيسبوك وموقعها على الإنترنت بالإضافة إلى البث الفضائي للقناة بعد خمس سنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر تقدم بلقيس نموذجا يمنيا للعمل الإعلامي المؤسسي هذه المؤسسية التي أصبحنا نفتقدها كثيرا في اليمن ناهيك عن الجهود الجبارة لفريق بلقيس في تسليط الأضواء على قضايا اليمنيين والمساهمة في فضح الفساد ورصد الانتهاكات الحقوقية والمخالفات الإدارية والمالية مما أدى إلى تشكيل وعي جمعي أصبح يقض مضاجع الفاسدين إذن تستخدم الدول اختبارات الكشف عن فيروس كورونا من أجل تحديد عدد الإصابات ووضع خطط وإجراءات السيطرة على انتشاره لكن ما هي الاختبارات المتاحة وما يجب أن يخضع للاختبار فيما يلي محاولة للإجابة عن أهم الأسئلة بهذا الشأن ويعنون موقع الدي دابوليو الألماني معلومات مهمة عن أنواع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد وقال الموقع يوجد أكثر من 150 نوعا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وبشكل عام يمكن تقسيم هذه الاختبارات إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي اختبارات تشخيصية تكشف ما إذا كان الشخص المصاب بالفيروس في الوقت الحالي وقادرا على نقل العدوى للآخرين أما المجموعة الثانية فهي اختبارات تكشف ما إذا كان الشخص أصيب بالفيروس في الماضي وشفية منه من أجل تشخيص إصابة شخص ما بالفيروس يستخدم اختبار يعرف باسم تفاعل البوليمراز المتسلسل واختصاره بي سي آر من خلال أخذ مسحات من اللعاب بعود استخراج قطني من الجهاز التنفسي العلوي للإنسان أي الحلق والأنف والفم كما يمكن أخذ عينات من الرئتين أيضا يقوم المختصون بعد ذلك بتحليل العين لتحديد ما إذا كانت تحتوي على العامل الوراثي لفيروس كورونا وإذا ثمت وجود العامل الوراثي أو الجينيوم للفيروس في العينة يعني ذلك أن صاحب العينة حامل للمرض ويجب الانتباه إلى أن عدم وجود العامل الوراثي في العينة لا يعني بالضرورة عدم حمل الشخص للفيروس فقد يكون الفيروس في جسمه بالفعل لكنه في أجزاء أخرى لم تأخذ منها عينات ويشبه كبير الباحثين في علم الفيروسات في برلين كريستيان دورستين الأمر بمحاولة صيد سمكة من حوض مياه باستخدام وعاء فعند صحب الوعاء من الماء وعدم العثور على السمكة بداخله فلا يعني ذلك أنه لا توجد سمكة في الحوم لا أقول إن بالقيس مجرد صوت إعلامي جديد وناشئ فحسب بل منصة ثقافية هذا ما كتبه ثابت الأحمدي في مقال تنشره بالقيس وجاء في بعض من فقراته جوهر أزمتنا اليمنية على امتدادها التاريخي هي قضية فكرية ثقافية بالمقام الأول وبقدر نجاحنا في صناعة الكلمة الهادفة بقدر تجاوزنا لكثير من العثارات والعقبات التي وضعت أمام هذا الجيل أو بالأصاح تم ترحيلها من السابق لتنفجر في وجه شباب اليوم مرة واحدة ومن هنا جاءت بالقيس القناة كما جاءت بالقيس الملكة متوجة بمجد تاريخي لا تزال أصداؤه إلى اليوم في مسمع التاريخ بالقيس القناة التي لا أقول إنها مجرد صوت إعلامي جديد وناشئ فحسب بل منصة ثقافية إلى جانب كونها إعلامية استطاعت في بعض برامجها أن تضيف جديداً في عالم الفكر والثقافة والإبداء وإن كانت هذه الإضافة أقل من المرجو منها فلا يزال الجمهور متطلعاً إلى المزيد من صناعة الكلمة الموجهة صناعة وحكمة هادفة لتشق طريقها أكثر بين هذا الضجي الإعلامي العابث الذي أفسد علينا جزءاً من حياتنا خاصة وعلى القناة نخبة مستنيرة من الشابات والشباب المثقفين والمتخففين من أعباء القيود التي تكبل بعض زملائهم في القنوات الأخرى ومن هنا كان هذا التمييز والقبول الجماهيري الكبير وهو تمييز يضعهم أمام مسؤولية أكبر لا أن يقفوا عنده فقط فالإبداع لا حدود له والمسؤولية متعاظمة يوماً بعد يوم فيما يبدو أنه محاولة لصرف الأنظار عن الجدل الذي تثيره اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بالتسبب في نشر الوباء أو للاستفادة من انشغال العالم بهذا السجال تصلت صحيفة ديليميل الضوء على إجراءات الصين لمناورة بحرية كبرى تعيد من خلالها مطالباتها غير القانونية بالأرض وحقول النفط في منطقة تبلغ مساحتها مليوني ميل مربع في بحر الصين الجنوبي تشير ديليميل إلى أن بحر الصين الجنوبي هو المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه حرب بين الصين والولايات المتحدة وروسيا وتنقل عن وزير الدفاع الصيني الجنرال ويفينغ قول إن بلاده ستقاتل بأي ثمن إذا وقعت حرب بين أمريكا أو مع أمريكا في هذه المنطقة وتفيد الصحيفة أن بحر الصين الجنوبي حيوي بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث يضم أكثر ممرات الشحن ربحا في العالم وتجارة تبلغ قيمتها حوالي 3.4 تلليون جنيه استرليني سنويا ويقدر أن ما نسبته 12% من التجارة البريطانية المنقولة بحرا بقيمة نحو 97 مليار جنيه استرليني من الواردات والصادرات السنوية تمر عبر هذا المجال البحري نشرت مجلة الإيكونوميست مقالا عن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وجاء فيه في كل عام هناك عشرات الآلاف من الحالات القاتلة لأمراض الجهاز التنفسي حول العالم والتي يكون سببها غامضا وقد يكون البعض منها نشأ عن انتقال أمراض حيوانية لم يتم التعرف عليها وتحتاج مسألة ما إذا كانت كذلك حقا وكيف أن تلك التهديدات يمكن أن تتراكم إلى اهتمام وهذا الاهتمام يحتاج إلى مختبرات كما أنه يحتاج إلى درجة من التعاون المفتوح الذي تحط أمريكا الآن من قدره بتوجيه الاتهامات والتخفيضات في التمويل والذي اتخذت الصين خطوات لقمعه في مصدره ولم يفعل ذلك القمع شيئا لمساعدة البلد وفي الواقع من خلال تعزيز التكاهنات قد يلحق به الضرر أيضا يعتقد العديد من العلماء أنه مع هذا العدد الكبير من علماء الأحياء الذين يبحثون بنشاط عن فيروسات الخفافيش وبينما يصبح عمل اكتساب الوظيفة أكثر شيوعا فإن العالم في خطر متزايد في مواجهة وباء مشتق من مختبر في مرحلة ما تواصلا مع ما تعيشه دول العالم من رحاضات ترقب وخوف جراء انتشار فيروس كورونا توثق الصور هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها العالم الصحيفة الڭارديان نشرت مجموعة من الصور نتابعها في الجولة هذه موسيقى اخيرا عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة موسيقى بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء موسيقى موسيقى